قطع الصادرات الألماني الذي يعتبر عمادة اقتصاد البلاد يستهل عام 2014 بارتفاع لافت كما أن حجم الواردات ارتفع بنسبة 4% في يناير مقارنة بالشهر الذي سبقها وفي عام 2013 أنفق الألمان أموالا أكثر ما سمح بزيادة الطلب على سلع من الخارج لكن الانتقادات العامة على الميزان التجاري الألماني لم تتغير بالمجمل بلغت قيمة الصادرات الألمانية عام 2013 أكثر من 1000 مليار يورو أما الواردات فبلغت نحو 896 مليار يورو والنتيجة فائد تجاري بقيمة 200 مليار يورو وهذا ما لن يتغير كثيرا هذا العام أتوقع أن يسجل الفائد التجاري الألماني ارتفاعا آخر هذا العام وهذه مشكلة سنواجهها في السنوات المقبلة ما يعني أن الحل سيكون بعيدا وسوف نتعرض لضغوط واضحة من جيراننا الأوروبيين إلى أن تتخذ التدابير الصحيح للحد من حجم هذا الفائد ويعني هذا بالنسبة لألمانيا عدم خفض الصادرات بل زيادة الاستثمارات في الداخل والخارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر